موسيقى مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس البتدائي درسنا اليوم يونت 1 لسن 5 اليونت الأول الدرس الخامس Learning English تعلم الإنجليزية موجودة بصفحة 14 من كتاب الطالب صفحة 12 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ درس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمه لستعطى حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديوهات دورة الخامس البتدائي بصفحة 14 من كتاب الطالب مكتوب أعلى صفحة Learning English تعلم الإنجليزية اللي هو عنوان الدرس وبأسفلها مكتوب Read and match the pictures with the sentences اقرأ ووصل الصور عدنا مجموعة من الصور with the sentences بيع الجملة المناسبة عدنا مجموعة من الصور والجمل اللي تعبر عن هذه الصور نوصل الصور رقم الصورة أو حرف الصورة بيع الجملة المناسبة اللي تعبر عنها طبعا هذا الدرس يعتمد أعتماد كلي على بعض المفردات اللي لازم نحفظها كمعاني مو كاملاء لان ما رح تجيني بسؤال الاملاء وانما تجيني بسؤال الاسقاط او سؤال الاختيارات على شكل اختيارات او على شكل اسقاطات إذن إملائها مو جدا مهم إني أحفظه لكن المهم إني أحفظ معاني ذن الكلمات رح نشوف إنه هذا الدرس يعتمد اعتماد كلي على ذن المعاني بالإضافة إلى تمارينه فذن المفردات هي كل تالي Want معناها يريد I want معناها أنا أريد Language معناها لغة Speak معناها يتحدث Travel معناها يسافر Study معناها يدرس Lots معناها الكثير وحسا رح نجي ناخذ شن الفرق بين Lots والألوت بموضوع قواعدي Songs معناها أغاني أو أناشيد الآن رح نجي نطابق الجمل بالصور المناسبة لها Number one أولا I want to study in the English language أريد أن أدرس باللغة الإنجليزية هي صورة من ذن الصور اللي تناسب هاي الجملة أدور بالصور ألقي صورة F طالب يتعلم اللغة الإنجليزية نقدر نتعرف على هذا الشي من خلال العلم علم إنجلترا خلف الطالب إذن نخلي رقم الصورة أو حرف الصورة أمام الجملة الأولى اللي هو حرف F Number two ثانيا There are lots of books in English هناك الكثير من الكتب باللغة الإنجليزية يا صورة من ذن الصور اللي تناسب هاي الجملة ندور بالصور نلقى صورة الكتب نخلي حرف الصورة أمام الجملة الثانية اللي هو حرف E Number three ثالثا Lots of people in the world speak English الكثير من الناس حول العالم يتحدثون اللغة الإنجليزية يا صورة من الصور اللي تناسب هاي الجملة أدور بالصور ألقى هاي الصورة صورة الكرة العرضية والكثير من الناس يتحدثون بيها باللغة الإنجليزية فأخلي حرف الصورة اللي هو حرف C أمام الجملة الثالثة Number four رابعا There are lots of songs in English هناك الكثير من الأغاني اللي يتناسب هاي الجملة أدور بالصور ألقى هاي الصورة اللي هي حرف D فأخلي حرف الصورة أمام الجملة الخامسة Number six سادسا There is a lot of English on the internet هناك الكثير من اللغة الإنجليزية على الانترنت يا صورة من ذن صورة التناسب هاي الجملة أدور بالصور أكيد الصورة الأولى اللي بيها WWW هاي كعلامة لموقع إلكتروني على الانترنت لذلك أخلي حرف الصورة اللي هو حرف A أمام النقطة السادسا هذا ما يخص الصفحة الأولى عرفنا أنه لازم نحفظ ذن المفردات كمعاني لأن راح تفيدني بكل مفاصل الدرس من تمارين ومن مواضيع راح يتم شرحها إن شاء الله ننتقل إلى موضوع قواعدي جدا مهم اللي هو الفرق بين there is وال there are طبعا there is وال there are لأنها تنمعناها هنالك لكن كل وحدة لها استخدام معين خلنا نجي نشوف شن استخداماتهم أولا there is وتعني هنالك أو هناك وتستخدم للتعبير عن المفرد أو غير المعدود يعني الاسم اللي يجي بعدها اسم مفرد أو غير معدود مفرد كأن يكون مثلا book كتاب واحد هذا مفرد أو غير معدود كأن يكون water water ما الماء غير معدود لا يمكن عده الغير معدود أقصد به الشيء الذي لا يمكن عده كأن يكون water الماء ما قدر أنا أعد الماء أو مثلا rice الرز إلى آخره ويأتي بعدها كلمة a lot نستخدم a lot ويا there is كما في الأمثلة التالية خلنا نجي نشوف الأمثلة مثلا number one أولا there is a lot of English on the internet there is معناها هنالك أو هناك a lot لاحظت أن أجت بعدها كلمة a lot ليش؟ لأن الألوت تجوية there is there is a lot هناك الكثير of English الكثير من الإنجليزية الإنجليزية شيء غير معدود لذلك يعامل معاملة المفرد وأستخدموها there is there is a lot of English on the internet هناك الكثير من الإنجليزية على الإنترنت مثال آخر there is a lot of water هناك الكثير من الماء in the fridge في الثلاجة كذلك نلاحظ أن there is جت بعدها a lot وبعدها اسم غير معدود أو قد يكون كمثال آخر there is a book هناك كتاب نلاحظ أن the book مفرد استخدمت وياها there is نلاحظ هنا أن there is استخدمت مع غير المعدود اللي هي الإنجليز والووتر وجاء بعدها a lot of كما وضحنا أعلى إذن عرفنا استخدام the there is تأتي مع المفرد أو غير المعدود ويأتي بعدها a lot أما there are وتعني كذلك هناك هم معناها هناك لكن تستخدم مع الجمع ويأتي بعدها lots there are lots of songs in the English language هناك الكثير من الأغاني باللغة الإنجليزية إذا نلاحظ أن there are يجى وراها lots مثل ما وضحنا يجى بعدها lots والاسم اللي جدتوا إياها اسم جمع songs أغاني مو أغنية وحدة وإنما أغاني نلاحظ هذا الشيء من خلال أس الجمع إذن استخدمنا there are مع الجمع لازم نعرف أن there is نستخدمها مع المفرد ومع غير المعدود والthere are مع الجمع حيث نلاحظ هنا أن songs كلمة songs اللي معناها أغاني أو أناشيد اسم جمع واستخدمنا معه there are أعرفنا أن there are نستخدمها مع الجمع وجاء بعده بعد there are lots of الشغلتين اللي لازم نميزهم أولا there is والthere are there is تستخدمه المفرد والغير معدود والthere are تستخدم مع الجمع there is يجيو إياها كلمة a lot والthere are يجيو إياها كلمة lots زينا شون تجيني بالامتحان أحد ذنصيغ اللي ممكن تجيني بيها بالامتحان مثلا نجاب لي هاي الجملة قل لي there for are a lot of English on the internet is low are فإحنا نخلي there is low there are حسب ملاحظات السابقة لازم أقدر أحل هذي نشوف بعد الفراغ لقينا كلمة a lot a lot نستخدم وياها there is هذا أول ملاحظة كذلك كلمة English اللي معناها انجليزية هاي كلمة غير معدودة ونعرف ان الغير معدود نستخدم وياها there is إذن عندي دليليا على اني استخدم ال is مع هاي الجملة الدليل الأول هو a lot a lot تجيو إياها there is والدليل الثاني ان كلمة English هي كلمة غير معدودة والغير معدود نستخدم وياها is مثال آخر there are ان انا منطين ال there are لكن حاذف لللي بعدها there are فراغ of songs in the English language lots of لو a lot of احنا عرفنا انه a lot of تجوية المفرد وغير المعدود وال lots of تجوية الجمع اللي نستخدم وياها there are فهنانا there are اخلي وياها lots of مثل ما ذكرنا بملاحظة lots تجوية there are اذا اخلي lots of وكذلك الدليل الثاني ان كلمة songs كلمة جمع فأخلي ويا جمع lots of هذا ما يخص الملاحظات القواعدية عن الفرق بين there is والذيرار ننتقد للصفحة الثانية think and discuss فكر وناقش listen why do you want to learn english استمع لماذا تريد ان تتعلم اللغة الانجليزية اهنان الطالب يختار سبب مقنع سبب خاص به لتعلم اللغة الانجليزية اهنان الطالب يقول i want to learn english اريد ان اتعلم اللغة الانجليزية because لانه يختار واحد من ذن الاسباب خلنا نقرأ الاسباب ونختار سبب اللي يخلينا نتعلم اللغة الانجليزية because i want to study in the english language لاني اريد ان ادرس باللغة الانجليزية lots of books films and songs are in english too لانه هناك الكثير من الكتب والافلام والغاني او الاناشيد باللغة الانجليزية ايضا اختار هذا السبب او هذا السبب او سنينات ماك مشكلة because i like english لاني احب اللغة الانجليزية كذلك هذا السبب يخلينا نتعلم اللغة الانجليزية lots of people in the world speak english لانه هناك الكثير من الناس يتحدثون اللغة الانجليزية حول العالم لو i want to travel to other countries لو لانني اريد ان اسافر لبلدان اخرى لذلك اتعلم اللغة الانجليزية لو the internet uses english a lot لو لان الانترنت يعتمد اعتماد كلي على اللغة الانجليزية فاختار سبب واحد وليكن because i want to travel to other countries لاني اريد ان اسافر الى بلدان اخرى فهذا السبب يخليلي مثلا ادرس اللغة الانجليزية او قد الطالب يختار سببين هنا تعتمد على رأي الطالب شنو السبب اللي يخليه يدرس اللغة الانجليزية يختار السبب ويخلي عليه صح باسفل الصفحة discuss with your partner ناقش مع زميلك هنا الطلاب الثاني يتحدثون يسوون محادثة كل طالب يقول انه يريد ان يدرس اللغة الانجليزية وسبب الاختيارة انه يدرس اللغة الانجليزية والطالب الثاني كذلك يعبر يقول انا اريد ان ادرس اللغة الانجليزية وينطي السبب الخاص بي باعتبار كل طالب يختار سبب مقنع خاص بي ليتعلم اللغة الانجليزية فمثلا الطالب الاول يتحدث i want to study in the english language اريد ان ندرس اللغة الانجليزية والطالب الثاني يريد عليه يقول yes me too نعم انا ايضا i want to travel to other countries انا اريد ان نسافر لبلدان اخرى اذا هذا يريد ان نسافر لبلدان اخرى السبب لذلك يتعلم اللغة الانجليزية وهذه تريد تتعلم اللغة الانجليزية لانها تريد تدرس تكمل دراسة باللغة الانجليزية الى اخره اذا كل طالب ينطي السبب اللي اختاره لتعلم اللغة الانجليزية عند ملاحظة قبل ما ننتقل لكتاب النشاط وهي كالتالي كلمة want معناها يريد I want معناها أنا أريد هذه الكلمة دائما يأتي بعدها to زائد فعل مجرد ننتبه أنه هاي الكلمة يجي بعدها to زائد فعل مجرد شن اللي تفيدني بالامتحان هذي لازم ننتبه أنه مثلا إذا جاب لي هيد جملة قل لي I want فراغ English قل لي بالاختيارات learn لو to learn لو learning أنا لازم أعرف أنه want يجي وراها to زائد فعل مجرد هذي فقط فعل مجرد وهذه to زائد فعل مجرد وهي learning فعل بing شن اللي نختاره؟ نعرف أنه want يجي بعدها to زائد فعل مجرد لذلك أقول I want to learn أريد أن أتعلم English اللغة الإنجليزية هذا ما يخص هاي الصفحة عرفنا شن المهم بيها والملاحظة اللي تخص want من الممكن أن تجيني بسؤال القواعد ننتقل إلى كتاب النشاط اللي راح يعتمد اعتماد كله على المفردات اللي حفظناهنا بداية الدرس قلنا لازم نحفظ معانيها هذا التمرين جدا مهم من الممكن يجيني مثل ما هو سؤال اسقاطات أسقطي كلمات بالفراغات المناسبة complete the sentences أكمل الجمل التالية قبل ما نبدأ ينحل التمرين خلنا نجي نشوف ذلك كلمات شن معانيها people معناها ناس travel معناها يسافر مثل ما وضحنا بداية الدرس internet مبينة هاي الانترنت language معناها لغة books معناها كتب و English معناها اللغة الإنجليزية نجي نوزع ذلك كلمات بالفراغات المناسبة number one أولا I want to study in the English فراغ أريد أن أدرس بفراغ الإنجليزية شنو الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة language أريد أن أدرس باللغة الإنجليزية English language اللغة الإنجليزية إذن هاي أنسب كلمة للفراغ number two ثانيا there are loads of فراغ in English هنالك الكثير من فراغ باللغة الإنجليزية شنو الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة books هنالك الكثير من الكتب باللغة الإنجليزية number three ثالثا lots of فراغ in the world speak English الكثير من فراغ حول العالم يتحدثون الإنجليزية شنو الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة people الكثير من الناس حول العالم يتحدثون باللغة الإنجليزية number four رابعا there are loads of songs هنالك الكثير من الأغاني أو الأناشيد in فراغ شنو الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة English هنالك الكثير من الأغاني بالإنجليزية number five خامسا I want to to other countries أريد أن فراغ إلى بلدان أخرى شنو الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة travel أريد أن أسافر إلى بلدان أخرى number six there is a lot of English on the فراغ هنالك الكثير من الإنجليزية على فراغ شنو الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة internet هنالك الكثير من الإنجليزية على الانترنت هذا ما يخص تمرين أي تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري سواء كان امتحان شهر الأول أو امتحان نصف السنة ننتقل إلى تمرين ب what can you see ما الذي يمكنك رؤيته من خلال هذه الصور in the pictures في الصور write sentences اكتب جمل تعبر عن كل صورة مثل ما منطيني هو من المثال الأول فهنا طالب يقول in picture one في الصورة الأولى there are lots of famous cities هنالك الكثير من المدن المشهورة صورة مدن مشهورة number two ثانيا صورة أعلام احنا عرفنا أنه كلمة flag معناها علام فاردة عبر عن هاي الصورة مثل ما هو عبر لي بالجملة الأولى أقول بما أن الأعلام جمع فاستخدموا إياها there are مثل ما وضحنا بملاحظات أقول there are والذيرار يجي بعدها lots there are lots of شنو الكلمة اللي بصورة flags هنالك الكثير من الأعلام there are lots of flags هنالك الكثير من الأعلام number three ثالثا صورة هاي الكتب فبما أن الكتب جمع كذلك أستخدم there are أقول there are lots of هنالك الكثير من books الكتب there are lots of books هنالك الكثير من الكتب number four رابعا صورة أشخاص وناس شونا أقدر أعبر عنهم أقول كذلك بما أنهم جمع أقول there are there are lots of هنالك الكثير من أخذنا كلمة ناس باللغة الإنجليزية there are lots of people هنالك الكثير من الناس هذا ما يخص تمرين بي مجرد تمرين يدربني أكثر على استخدام there are ننتقل إلى تمرين c قبل تمرين c هنا أنا محادثة بين طالبين كل واحد ينطي جملة عن موضوع معين وينطي سبب لهذه الجملة فمثلا الطالب الأول يتحدث يقول I want to learn to play tennis أريد أن أتعلم لعب التنس because I love tennis لأنني أحب التنس إذن هو وضح قال أريد أتعلم التنس ليش أنت السبب because لأنه I love tennis لأنني أحب التنس الطالب الأخر يرد عليه I want to travel around the world أريد أن أسافر حول العالم ليش because I want to see interesting places لأنني أريد أن أرى أماكن ممتعة هذا مجرد محادثة بين طلاب اثنيا كل طالب يعبر عن موضوع معين وينطي السبب لهذا الموضوع أما تمرين سي What do you think ما الذي تعتقده طبعا ذلك الجملة نقدر نجيبهن من خلال تمرين سي ودي مثل ما رح نجيو نوضح فمثلا هنا أنا تعتمد على رأي الطالب يسألك يقول لك I want to learn to play tennis because I love tennis أريد أن أتعلم التنس لأنني أحب التنس What do you think ما رأيك يسأل الطالب يقول لك شن رأيك أنت فإذا موافقة بالرأي يخلي الصح هنا وإذا ما موافقة يخلي الصح هنا على نو إذن ها مجرد تعتمد على رأي الطالب number two ثانيا I want to learn to cook أريد أن أتعلم الطبخ to help my mother لكي يساعد أمي إذا كان موافقة يخلي صح على نو وإذا كان ما موافقة يخلي صح على نو والثالث كذلك I want to play football أريد أن نلعب كرة القدم because I want to be famous لأنني أريد أن أكون مشهورا كذلك إذا موافقة يخلي صح على يس وإذا ما موافقة يخلي صح على نو ننتقل إلى تمرين دي تمرين جدا مهم يجيني بالسؤال الثاني فارع بي وصل الجمل بالأسباب الخاصة بيها كل جملة من ذن الجمل يناسبها سبب من ذن الأسباب فأنا لازم أوصل الجملة بالسبب المناسب read and match أقرأ ووصل write the numbers أكتب الرقام أكتب الرقام كل جملة أمام السبب المناسب فمثلا I want to قبل كل جملة أقول I want to أريد أن I want to learn to swim أريد أن أتعلم السباحة الطين السبب يناسب هذه الجملة أدور بالأسباب because it's fun لأنها ممتعة غير مناسبة because computers are important for studying لأن الحواسيب مهمة للدراسة غير مناسبة للجملة because I want to learn to draw pictures لأني أريد أن أتعلم رسم الصور كذلك غير مناسبة I can write to school لكي أستطيع القيادة للمدرسة غير مناسبة للجملة because it's healthy لأنها صحية نعم السباحة صحية هذا أكثر سبب مقنع مناسب للجملة الأولى فأخلي رقم الجملة أمام هذا السبب number two ثانية I want to learn how to play football أريد أن أتعلم learn يتعلم how to play football كيفية لعب كرة القدم شنو السبب المناسب because it's fun لأنها ممتعة غير مناسبة because computers are important for studying لأن الحواسيب مهمة غير مناسبة لأن أريد أن أتعلم رسم الصور غير مناسبة لأن أريد أن أقود للمدرسة كذلك غير مناسبة because I want to play for my country لأن أريد أن ألعب لمنتخب الوطني أو لبلدي نعم هذا أكثر خيار مناسب للجملة الثانية فأخلي رقم الجملة أمام هذا الخيار number three ثالثا I want to learn to ride bicycle أريد أن أتعلم قيادة البايسيكل أو الدراجة الهوائية ليش؟ because it's fun لأنها ممتعة غير مناسبة لأن الحواسيب مهمة غير مناسبة لأنني أريد رسم الصور كذلك غير مناسبة because I can ride to school لأنني أريد أن أقود إلى المدرسة أقود الدراجة الهوائية إلى المدرسة لاحظ ride bright هذا أكثر سبب مناسب للجملة فأخلي رقم الجملة أمام هذا السبب number four I want to go to an art club أريد أن أذهب إلى نادي الفنون شنو السبب؟ because it's fun لأنه ممتعة غير مناسبة لأن الحواسيب مهمة للدراسة غير مناسبة because I want to learn to draw pictures لأنني أريد أن أتعلم رسم الصور نعم نادي الفنون يعلمنا كيفية رسم الصور لذلك خلي رقم الجملة اللي هو رقم أربعة أمام هذا السبب number five خامسا I want to learn to play snakes and ladders أريد أن أتعلم لعب حية و درج snakes and ladders الحية و درج شنو السبب المناسب لهذه الجملة because it's fun لأنها ممتعة نعم هذا أكثر خيار مناسب لهذه الجملة number six سادسا I want to learn to use computers أريد أن أتعلم استخدام الحواسيب ليش شنو السبب المناسب because computers are important for studying لأن الحواسيب مهمة للدراسة إذن هذا أكثر خيار مناسب فنخلى رقم الجملة أمام هذا السبب هذا ما يخص تمرين دي يجيني مثل ما هو وصل الجمل بالأسباب المناسبة لها تمرين جدا مهم بالامتحان الشهري وامتحان نصف السنة ننتقل إلى تمرين E write two sentences اكتب جملتين about yourself عن نفسك يقول لك نطيني جملتين نختار موضوعين أي موضوعين وانطيني السبب لاختيارك هاي الموضوعين مثلا I want to أنا أريد مثلا أقول to learn English أريد أن أتعلم الإنجليزية ليش because لأنه مثلا I want to travel to other countries أريد أن أسافر لبلدان أخرى مثال آخر كذلك التمرين يعتمد عياري الطالب number two ثانيا I want to فراغ أريد أن مثلا أقول learn swimming أريد أن أتعلم السباحة ليش because لأنه it is healthy إنها صحية هذا ما يخص تمرين E تمرين يعتمد عياري الطالب عرفنا شين نحفظه من هذا الدرس بداية الدرس نحفظ مجموعة من المفردات المهمة نحفظهن كمعاني وليس كاملة لأن شفنا شون فاتتنا بالتمارين المتعلقة بهذا الدرس وعرفنا التمارين المهمة اللي ممكن تجيني بالامتحان وكذلك بالإضافة للموضوع قواعد مهم اللي هو موضوع الفرق بين الذيرز والذيرار ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبو أن تقدموها تقدرون تتواصلوا لي على حسابات الموجودة أمامكم على الشاشة